موسيقى الجيش اليمنى يشن هجوما على الحثيين ويستعيد عدة مواقع الشمال غربي مأرب ومقاتلات التحالف تستهدف الميليشيات في محافظات عدة موسيقى الحدث تسلك الطريق الصحراوي بين مأرب وحريب وتنقل معاناة الأهالي جراء الألغام الحسية موسيقى تقرير دولي يكشف عن ضغوط حسية لإلزام اليمنيين بأفكار دخيلة والزج بأطفالهم في دورات غسل الأدمغة موسيقى الاتحاد الأوروبي يعلن مشروعا لدعم الاقتصاد اليمني والحكومة تكشف عن خسائر بمبلغ 126 مليار دولار بسبب حرب الحسيين موسيقى 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 أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من الحدث نبدأها من تعز حيث لقي 15 من عناصر ميليشيات الحوثي حتفهم وعصيب أخرون بغارات لمقاتلات التحالف غرب مدينة تعز ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله أن غارتين استهدفت مواقع تمركز ميليشي الحوثي في منطقة الصراهم أسفرت عن تدمير آليات وعربات عسكرية ومقتل وجرح من كانوا على متنها وأضف المصدر أن غارات أخرى استهدفت فجر اليوم موقعا للميليشيات في مدخل المنطقة أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات وإلى مأرب حيث شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما تمكنت من خلاله من تحرير عدة مواقع من سيطرة ميليشي الحوثي في جبهة ماس شمال غربي مأرب وأكد مصدر عسكري للحدث أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية فيما استعاد الجيش أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيات وبالتزامن دمر طيران التحالف مخزن أسلحة وأليات ومعدات قتالية تابعة للحسيين في مواقع متفرقة جنوب المحافظة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب تدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني المتقدم إلى سلسلة جبال معسكر أمريش الاستراتيجي بعد أن تم السيطرة على جبل الفليحة خلال الأسبوع الماضي وتصدت قوات الجيش لحشود حوثية متتالية في محاولة لفك الخناق على معسكر أمريش وكذا الوصول إلى عقبة ملعاء الاستراتيجية هنا نحن في مواقع مفتوحة في صحراء محافظة مأرب الميليشيات الحوثية تخسر العشرات من عناصرها يوميا وأيضا من الآليات العسكرية في هذه المناطق المفتوحة سيكون معنا العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام في الجيش الوطني ليحدثنا عن استراتيجية المعركة في الجبهة الجنوبية والسيطرة الفعلية للجيش الوطني مرحبا بكم هنا في قناتين العربية والحدث في هذه المواقع المتقدمة في الجبهة الجنوبية المحافظة مأرب وكما تشاهدون الانتصارات الكبيرة تحققت بفضل الاستراتيجية الكبيرة التي انتهجها الجيش الوطني خلال المرحلة القادمة وبدعم كبير وإسناد غير عادي من طيران تحالف دعم الشرعية تم أكبر عملية استنزافة لملاكها البشري ولعثادها العسكري كانت في هذا الصحراء اليوم نحن تجاوزنا أمريش وتجاوزنا الآن نطبق الحصار على ملعى وعلى معسكر أمريش وكما تشاهدون الآن خلفي تجاوزنا البلق والجوبة وهنا ثلاثة محاور قتالية محاور على العاو ومحاور على أمريش ومحاور على الجوبة والعملية مستمرة وهنا الحوثي انتهت ثمانين في المئة من ملاكها البشري وقواتها العسكرية انتهت في هذه الصحراء لثمهتها الصحراء وبضربات قوات التحالف وطيران التحالف ومدفعية وميران الجيش الوطني في هذه الصحراء هنا إبادة جماعية حصلت للميليشية الإرهابية هنا إبادة جماعية لمعدات الميليشية الإرهابية هنا كانت العملية الاستنزافية الكبرى للميليشية الإرهابية وهنا دفن الحوثي على صحراء مارب إذن هذه الجبهات التي استنزفت الميليشية الحوثية كما تؤكد قيادة الجيش الوطني وهذا معسكر أمريش الستراتيجي الذي يسعى الجيش الوطني للسيطرة عليه في ظل إسناد جوي مكثف من طيران تحالف دعم الشرعية لعدم وصول الإمدادات لهذه المناطق التي تسيطر عليها الميليشية الحوثية خلف هذه السلسلة الجبلية محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث جنوب مأرب زرعت الميليشيات الحوثية ملايين الألغام في مناطق اليمن المختلفة مستهدفة المدنيين في المناطق المأهولة بالسكان والطرق الرئيسة والفرعية الحدث سلكت الطريق الصحراوي بين مأرب وحريب والذي لغمت الميليشيات الحوثية الكثيرة من أجزائه هذا هو الطريق الصحراوي الرابط ما بين كل من مأرب ومدرية حريب هذا الطريق الصحراوي الذي زرعته الميليشي الحوثي بالألغام والعبوات النسفة وهذه إحدى السيارات التي أوقعها حظها العاثر في لغم حوثي هذا اللغم الذي أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من كانوا عليها هذه الألغام التي زرعت بطريقة عشوائية تظهر كيف أن ميليشي الحوثي تستهدف المدنيين بصورة مستمرة وكما يتحدث لنا المسافرون على هذا الطريق المنطقة هذه كلها مليانة في ميليشيات الحوثي ألغام من هنا إلى داخل بيحان وتبقى فريق هندسي في أسرع وقت يجي صفيها مليان بمدنيين ومواشي أغنام وحاجر كثيرة هذه المنطقة مليانة هناك هذه الدولة مخربة هذا ميليشيات تقريبية دمرت البلاد ودمرت العباد كل يوم جاي مع الطريق هذه لكن من أول كان مع الزبلت قبل أن يسحبوا الحوثي ما بعد الحوثي لا نزلنا من فجروا للعظارة هذه والوضع الطيب الحمد لله مع دخول العمالقة موسيقى الميليشيات الحوثي فجرت العبارات فجرت الخطوط علينا ولا أدخلت لنا حاجة ولا أطالب النظامات في صلاح الخطوط في أسرع وقت ونشكر ألوية العمالقة في ما قدموها لنا هذه الميليشيات تفجر الخطوط الرسمية من أجل ننزل الرملها طيب الرملها مزروعة كلها ألغام وعبوات ليه؟ منشان المواطنين كلها هذا يعني قد راح يوضحها كثير منها بسبب هذه الألغام اللي سلم من الحرب ما سلم من الأرض مزروعة موسيقى هذا أحد الجسور أو العبارات وهذا هو الطريق الإسفلتي الذي فجرته الميليشيات الحوثية كعادتها في أغلب مناطق اليمن لتجبر المواطنين إلى النزول إلى هذا الطريق الرملي الذي لغمته بدورها لتحصد أكبر عدد ممكن من أرواح اليمنين ولتتحول أرض اليمن إلى أرض الألغام لقناتين العربية والحدث أحمد بغاتو مدرية حريب جنوب محافظة مأرب موفد الحدث أحمد بغاتو يعود وينضم إلينا من مأرب وأيضا ينضم إلينا هايل سعيد مراسل الحدث من تعز أهلا بكم أبدأ معك هايل ما جديد المواجهات الدائرة غرب مدينة تعز نعم دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثية الانقلابية على مناطق في جبهة العنين بمدرية جبهة الحبشية غربي محافظة تعز هذه المعارك بحسب المصادر تركزت في منطقة الأحقوف وقرية الحقر وكذلك في المشبك الشمالي طبعا هذه التباب مطلة على جبل أصراهم أحد أهم المواقع العسكرية في تلك الجبهة والذي يطل طبعا على معاق المليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة هكدا وكذلك على الخط الذي يربط محافظة تعز بالسحل الغربي هذه المواجهات طبعا كان هناك إسناد قوي لطيران التحالف العربي حيث استهدف طيران التحالف العربي بغارتين قويتين تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية كانت من خلالها تود تعزيز مقاتلها على جبهة القتال في العنين هذا الاستهداف طبعا أودى بحياة أكثر من 15 قتل من العناصر المليشيوية وكذلك تدمير عربة مدرعة وأطقم عسكرية كانت تقل أفراد للعناصر الحوثية لكن هناك أيضا هدوء في منطقة أو في جبهة مقبنة هذا الهدوء طبعا يعمل عاصفة بعد أن أحرزت القوات الحكومية قبل أيام السيطرة هناك على عدة مواقع استراتيجية وعلى سلسلة جبلية كانت المليشيات تتحصن بها على كل المعركة في غرب محافظة تعز تسير بمحورين غربيين الأول يتجه من منطقة العنين باتجاه الخط الرابط بين تعز والحديدة وهو خط هكدا الرمادة وكذلك العملية العسكرية الأخرى يتتجه من منطقة مقبنة باتجاه خط العيار باقاتو ما جديد التقدم الذي تحرزه المقاومة والجيش على جبهة ماس في مارب نعم كريستيان بالفعل هناك التقدم الأبرز الذي حدث اليوم هو كان في الجبهة الشمالية الغربية في جبهة ماس حيث قامت قوات الجيش الوطنية بشأنه هجوم قوي على عدد من الأماكن التي تمركز فيها ميليشيا الحوثية وقام باستعادة تحرير عدد من هذه المواقع بالطبع في ظل إسناد قوي من طيران التحالف الذي استهدف عدد من هذه الآليات والأطقم الحوثية تم تدمير ثلاثة أطقم حوثية وكذلك عربة عسكرية وقتل عشرات العناصر الحوثية التي كانت موجودة في هذه المواقع نحن نتحدث عن تقدمات تحدث في هذه الجبهة التي تشتعل فيها المواجهات بين حين وآخر ليس كما هو الحال في الجبهة الجنوبية التي تشهد المعارك الأقوى والأشرص خاصة مع استبسال الميليشيا الحوثية في الدفاع عن معسكر أمريش وبعض المواقع التي تتمركز فيها لكي لا تلتحم قوات الجيش الوطني والمقاومة مع قوات العمالقة التي تتقدم من الجهة الجنوبية كان هناك أيضا حضور لافت لطيران التحالف اليوم حيث دمر أحد المخازن الأسلحة والأليات العسكرية التابعة الحثيم أسفر عن تدمير هذا الموقع بصورة تم تم استعادة في بعض المعارك خلال هذا اليوم استعادت عدد من الأليات وكذلك أيضا عدد من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة من الميليشيا الحوثية ترى التحالف اليوم أعلن عن 17 استهدافا أسفر عن تدمير 17 آلية عسكرية ووقت العشرات من العناصر الحوثية لكن الأهم هنا هو ما يحدث في المعركة الأخرى التي تقوم بها قوات الشرعية هي إزالة الألغام نعم سأسألك عن ذلك أحمد بعد قليل اسمح لنا أن نعود إلى زميلنا هايل كنت حدثت عن التحالف يعني أقام بغارات تحديدا في غرب مدينة تعز ما الأحياء التي استهدفها وإلى ما أدت هذه الغارات نعم استهدف التحالف العربي بغارتين قويتين ومنطقة تجمعات لميليشيات الحوثية الإنقلابية في منطقة الصراهم تحديدا هذه العملية استهدفت آليات للميليشيات الحوثية وكذلك تعزيز عسكري كان يحوي عدد من الأطقام وكذلك من العناصر الحوثية المقاتلة كانوا ينوون التوقف باتقاه جبهة العنين الميليشيات الحوثية منذ ساعات تشن هقوم عنيف على مواقع خسريتها قبل ساعات أو قبل اليومين الماضيين بفعل قوات التحالف العربي وكذلك بإسناد قوية طرح التحالف هناك بعد أن استطعت طبعا القوات الحكومية السيطرة على هذه المناطق الجبيرية والصفرة وكذلك القاعدة والمشبك الغربي تبقى للقوات الحكومية والسيطرة على المشبك الشمالي الذي يعتبر أهم مواقع الميليشيات الحوثية والذي أيضا يطالع على منطقة الصراهم هذه المنطقة تحوي عدد من ثقونات الميليشيات الحوثية الميليشيات طبعا تستميت لإحداث أي اختراق للسعادة مواقع فقدتها مسبقا سواء خلال الأيام الماضية أو خلال الساعات الماضية التي أحرزت من خلالها القوات الحكومية السيطرة طبعا عليها مسبقا بقيت وكنا نتحدث عن عملية نزع الألغام وشاهدنا بالتقرير معاناة السكان التقرير الذي أعددته معاناة السكان في هذا الصدد كيف تسير هذه العملية كيف تقوم بها قوات الشرعية والجيش اليمني خصوصا وبأن الحوثيين لا يتركون خرائط تشير إلى أين زرعوا الألغام نعم كريستيان يعني ما عرضناه في هذا التقرير هو مثال يعرض للكثير من الأماكن التي لغمتها وملأتها الميليشي الحوثية بالعبوات والمتفجرات وكأن السماء امطرت ألغاما وزرعت في كافة المناطق اليمنية التي كانت فيها الميليشي الحوثية هناك معركة تدور الآن من الفرق الهندسية لإزالة الألغام سواء في بيحان عسيلان حريب عين كل هذه المناطق زرعت بمئات الألاف من الألغام تحدث مدير مشروع مسام على إزالة الألغام عن أن في بعض الأماكن هناك لغم كل ثلاثة أمتار هناك بعض الأماكن تحتاج لثلاث سنوات كاملة لنزع هذه الألغام منها الألغام مزروعة بجوار المدارس بجوار المساجد بجوار الطرق حتى الطرق تم تفجيرها لكي يجبر المواطنين أن يسلكوا طريقا آخر هذا الطريق تم تلغيمه وهذا ما عرضناه لأن الميليشي الحوثية تتحدث في إعلامها أن هذا غير صحيح وأن الإعلام الآخر يتقول عليهم ويقول ما لم يفعلوه هذا هو الواقع الذي رصدناه وتحدث لنا المواطنون الذين يسلكون هذه الطرق ليلة نهار يعني عندما يسلك أحد هذه الطرق ليلة هو معرض بصورة كبيرة لأن يصدف لغم من هذه الألغام خاصة وأن هذه العلامات والإرشادات الحمراء والبيضاء وغيرها هي إرشادات لا تظهر إلا بالنهار وطرق الصحراوية ليلا لا يوجد فيها أنوار لذلك الأمور صعبة للغاية الأمور تحتاج لفترة كبيرة لإزالة هذه الألغام التي فقد بسببها الكثير يعني الألاف من المدنيين واليمنيين حياتهم بعضهم بوترة أعضاؤه أمر يتكرر بصورة مستمرة وهذا أصلا شكرا جزيلا لك يعني العشوائية التي تحدثت عنها شيء أخير أضيفه العشوائية التي تحدثت عنها في زرع هذه الألغام هي ذات العشوائية التي تقصف بها الميليشي الحوثية المواطنين بالصواريخ تقول أنها تستادف مواقع عسكرية في حين أن هذه الصواريخ تسقط على رؤوس المدنيين شكرا جزيلا لك مفاد الحدث أحمد بقاتو كنت معنا من مأرب كما أشكر أيضا هاي السعيد مراسل الحدث كان معنا من تعز شكرا جزيلا لكما شيعت ميليشي الحوثي جثامين العشرات من عناصرها الذين لقوا مصرعهم خلال المواجهات الأخيرة بينهم ضابط برتبة رفيعة وذكرت وسائل أعلام تابعة لميليشيات الحوثي أنه تم في صنعاء الخاضع لسيطرتهم تشييع جثامين تسعة عشر قياديا عسكريا برتب مختلفة بينهم عميد ومقدم ورائد دون توضيح مكان وزمان مقتلهم في حين تشهد محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية من عدن ينضم إلينا العقيد الركن ياسر صالح المحالي العسكري والستراتيجي أهلا بك سيات العقيد إلى هذه النشرة أبدأ معكم بالمعارك الجارية في تعز لسيما في غرب مدينة تعز ما أهمية التقدم الذي تحققه قوات الشرعية هناك؟ نعم التعز هو محور مهم من المحاور المهمة في مسرح عمليات الجمهورية اليمنية وهي مركز ثقل بشري إذا ما تم الاستفادة منه بطريقة أفضل مما هو حاصل اليوم استعادة النغمة العمليات العسكرية في هذه المنطقة مهمة جدا خصوصا في المنطقة التي تدور فيها العملية العسكرية جبهة جبل حبشي الذي لم يتبقى منها سوى بضع كيلومترات حتى تستكمل تحريرها وقد كانت القوات وصلت إلى منطقة هجدة أو السيطرة على منطقة العنين سابقا إضافة إلى ذلك محور مقبنة كل هذا المحورين سيقودنا إلى مدينة البرح مدينة البرح ذو الأهمية الاستراتيجية فيما يخص تعز وفيما يخص الساحل الغربي بأكمله وبالتالي العملية العسكرية مهمة جدا وإنما تحتاج في البداية إلى رسم خطة تكتيكية حقيقية تحدد مهامها بشكل مزمن يتم التوافق عليه لإسناد التحالف العربي لأن الإمكانيات المادية التي تحتاجها هذه المنطقة تحديدا تحتاج إمكانيات من نوع خاص تحتاج أيضا إلى تنظيم التعاون مع القوات المشتركة المرابطة في موزع والوازعية إذكرت الخطة بهذه الأهمية لماذا لم يصار حتى الآن إلى رسمها واعتمادها؟ المشهد العسكري في محافظة تعزنا وعن ما معقد هناك الكثير من النقاط التي تعيد استعادة المشهد العسكري بكل ما تحويه من معنى لأن تحرك الجبهة الغربية يجب أن يكون تحرك فعال وفقا لمعدلات تكتيكية تحتاجها المنطقة وفقا لخطة مرسومة واضحة وفقا لتعاون وثيق مع القوات المشتركة لكي يتمكنوا بالتزامن معها أن يكون هناك هجوم من الاتجاه الشرقي لمحافظة تعز حتى يتمكنوا من تحقيق المهمة الرئيسية أو المهمة النهائية وهي مهمة تحرير محافظة تعز في تصوري أن اليوم هناك عملية عسكرية كبرى تعد حتى في جبهة جنوب مارب وفي جبهة شمال مارب وفي جبهة البيضاء هناك خلال ثلاثة أيام نوعا من جس النبض تفضل بما يتعلق بجبهة مأرب يعني لماذا الجبهة الجنوبية بمأرب تشهد المعارك الأشرس؟ لأنها هي كلمة الفيصل هي المنطقة التي أرادت الميليشيا الحوثية بعد عزها في شمال غرب مارب وفي غرب مارب الوصول إلى مارب وتحقق لها هذا الاختراك في هذه الجبهة بعد أن ضحت بأكثر من ستة ألف من مقاتليها في هذه الجبهة تحديدا لا تريد أن تخسرها وبالتالي هي مضطرة لأن تستبسل مهما كلفها الثمن ونحن نشاهد يوميا المئات وليس العشرات المئات تسقطون في هذه الجبهة تحديدا والآن هناك نقطة محورية يجب أن يستغلها الجيش ويجب أن يحققها الجيش كمهمة رئيسية لكي يتمكن من استمرار العملية الهجومية وهو معسكر أمريش الذي تحدث أن الهجوم في اتجاه ملعا يجب أن يتزامن قبله السيطرة على أمريش لأنه ينهي جبهة ملعا تماما إضافة إلى ذلك أن الأهم من ذلك هو السيطرة على جبهة تباب السواد وجبهة روضة جهم لعزل المنطقة تب رأيك ما العقبات معركة الجنوبية هي من ستقسم ظهر الميليشية الحوثية ما الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تواجه المقاومة والجيش في طريقهم لاستعادة معسكر أمريش هي صعوبتين اثنتين لا ثالثة لهما الصعوبة الأولى وهي زراعة الألغام التي زراعتها الميليشية الحوثية والتجهيزات الهندسية كنقاط استناد موجودة داخل المعسكر كونه في هيئة حاكمة وما حوله بالكامل هي منطقة صحراوية وبالتالي لديه القدرة على التصدي لعمليات الهجوم إذن المشكلة الأخرى هو التعاون الوثيق الذي يجب أن يتم ما بين المدفعية وما بين الطيران وما بين القوة على الأرض وبالتالي يحتاج إلى تغطية نارية مكثفة تستهدف كل نقاط الاستناد الموجودة في معسكر أمريش مع مراقبة دقيقة من قوات المشاهل موجودة حول معسكر أمريش في اتجاه المحاور التي استخدمتها الميليشية الحوثية لعملياتها الهجومية سواء على الردها أو على الفليحة أو التي تحاول دائما توصل التعزيز منها إلى جبل البلق والمسار في نفس هذه المسارات لأن المسارات الأخرى غير هذه المسارات التي استخدمها الميليشية الحوثية كلها ملغمة وكلها فيها تجهيزات هندسية هاتين النقطتين إذا توفرت سيتم السيطرة على أمريش وستسقط ملعى إجباريا لأنها ستسيطر على كل الإمداد الذي سيأتي إليها من الجوبة وبالتالي ما على الميليشية الحوثية سواء تنسحب راجلة في اتجاه الجوبة أو تحت ستر الليل حتى لا يستهدفها القوات التي ستسيطر على أمريش شكرا جزيلا لك العقيد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والستراتيجي حدثتنا مباشرة من عدن شكرا لك أفادت صحيفة السوداني بأعدام تنظيم القاعدة أحد أبرز قادته السودانيين ونقلت صحيفة عن شباب السودانيين ينتمون للتنظيم في الخرطوم قولهم أن القيادي المعدوم هو رشاد غراشي عثمان ويدعى أبو تراب السوداني وبحسب الصحيفة فإن القاعدة أعدمت أبو تراب السوداني بعد توجيه تهم له تتعلق بالخيانة والعمالة لدول معادية ونشر أسرار التنظيم والتورط في كشف مخبأ زعيم القاعدة في اليمن أبو بصير ناصر الوحيشي الذي قتل بضربة جوية أمريكية عام 2015 أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يلتقي قادة وحدات الجيش اليمني المشاركة في عملية حرية اليمن السعيد قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا إقاع يتسارع ويتباطع لكنه لا يتوقف كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمية دراسة وتحليل موضعي لأهم أحداث اليوم الأقبار الليلة يومياً الخامسة مساءً لتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحييكم من جديد تفقد قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمة وحدات القوات المسلحة السعودية وقوات دول التحالف المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة كما التقى قادة وحدات الجيش اليمني المشاركة في عملية حرية اليمن السعيد الفريق قال إن تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بدعوة من الحكومة اليمنية ولدفع الشر عن دول جوار اليمن وحماية حرية الملاحة والتجارة العالمية ولحفظ الأمن الإقليمي والدولي وأوضح أن التحالف قرر في سبتمبر عام 2020 اتاحة الفرصة للسلام من خلال وقف الضربات الجوية لمدة ثمانية أشهر كما طرحت السعودية مبادرة سلام لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل لكنها قوبلت برفض الميليشيات واستمرار اعتداءاتها حيث استغلت المبادرة وواصلت ارتكاب انتهاكاتها وأطلقت 109 صواريخ باليستية وأكثر من 400 طائرة مسيرة مفخخة على الأعيان المدنية والمدنيين إضافة إلى إطلاق 52 زورقا مفخخا وزرع 110 ألغام بحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستهدفت المطارات المدنية في أبهى ونجران ومطار الملك عبدالله في جزان كما استهدفت محطات تحلية المياه وخزانات أرامكو ومنشآت حيوية مدنية في الرياض والدمام إضافة لجميع المدن الحدودية السعودية وأشار الفريق إلى استهداف ميليشيات الحوثي لمطار عدن الدولي وقصفها منازل محافظ مأرب وتدمير المدارس والأسواق ومحطات الوقود واستهداف مخيمات النازحين في مأرب ووضع مستودعات الأسلحة والطائرات المفخخة وورش الألغام بالقرب من المرافق المدنية كشفت وكالة أسوشييتد بريس أن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ اعتراضية خلال هجوم شنه الحسيون على الإمارات وبحسب مسؤولين تعتبر هذه المرة الثانية التي تطلق فيها القوات الأمريكية مثل هذه الصواريخ ووفق الوكالة الأمريكية فإن هذا الاعتراف يمثل إقرارا من قبل البيت الأبيض والبينتاجون من خيرات الولايات المتحدة المتزايد في حرب الحوثي على اليمن تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن الأخير المقدم لمجلس الأمن الدولي أكد أن الحسيين يواصلون حملتهم لضمان التزام السكان بإيديولوجيتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع مستهدفين على وجه التحديد الفئات الضعيفة التقرير أوضح أن الحسيين واصلوا تنظيم دورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء إضافة إلى المعسكرات الصيفية لتشجيعهم على الانضمام إلى القتال في صفوفهم التقرير الأممي اللحظ أيضا أن بعض اليمنيين يشاركون في أنشطة الحسيين خوفا من الانتقام منهم لعدم المشاركة مشيرا إلى أن معسكرات الحسيين الصيفية تشجع خطاب الكراهية والعنف ضد مجموعات معينة من اليمنيين ووثقت تقرير الأممي تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم السبع أعوام مهام عسكرية كتنظيف الأسلحة والتهرب من الصواريخ إضافة إلى حالة عنف جنسي ضد طفل خضع لتدريب عسكري ومعلومات عن اقتياد أطفال القتال بحجة تسجيلهم في دورات ثقافية ثم نقلهم إلى جبهة القتال كما وثقت تقرير عدة حالات تم فيها تقديم المساعدات الإنسانية أو رفضها لعائلات على أساس مشاركة أطفالهم في القتال أو لمعلمين على أساس ما إذا كانوا يدرسون منهج الحسيين من الرياض ينضم إلينا القادي الدكتور أحمد أعطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمنية السابق أهلا بك دكتور أحمد إلى هذه النشرة هل يشكل اليمنيون حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحسيين بأخصبة لتلقف هذه الإديولوجية وهذه الأفكار شكرا جزيلا أخت الكريمة نحن عندما شاهدنا هذا التقرير وهو تقرير الخبراء أعتقد أنه يحتاج إلى شغل كبير سواء كان من الشرعية أو من المجتمع الدولي على وجه الخصوص فيما يتعلق بجانبية وحيثية الأطفال الأطفال يتعرضوا من نسبة الحوذين إلى ثلاث جرائب الجريمة الأولى التي يرتكبها الحوذي في حق الأطفال وتجنيدهم والتجنيد يتم إما غصبا بالقوة ويأخذونهم من أحضان آبائهم وأمهاتهم قهرا أو الأمر الآخر يأخذونهم إلى دورات ثقافية ثم يعملون لهم غسيل دماغ وبعد ذلك يقولوا لهم نحن سنبقيكم ثلاثة أشهر تحت التجربة هل تطبقون ما أخذتم في هذه الدورات الثقافية فيزجون بهم إلى محارق الموت وإلى القتال في الجوف وفي مارب وفي الضالع وفي عدد من المحافظات وقد شاهدنا أن الحوذيين اعتروا في الفترة الماضية بمقتل ما يزيد على 15 ألف يمني حول اليمنيين جزء منهم غير القتلى كان جزء كبير أسرى وشاهدنا الأسرى على كل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية اليمنية وهم لا يتجاوز أعمارهم العشر السنوات أو الثماني السنوات كلهم صغار في السن أنا أستغرب لماذا هذا العالم يسمى أذنيه وعينيه من هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة أين منظمات حقوق الإنسان أين منظمات حقوق الأطفال الذين يدافعون عن حق الطفل هذا الطفل بريء يسحب من مدرسته ويأخذ قاهرة دكتور أحمد قبل أن نتحدث ليس فقط عن موقف المجتمع الدولي الذي تقول وكأنه أصم تجاه هذه الآفة وحتى موقف الحكومة الشرعية الأهالي هناك هل يمكنهم مواجهة ذلك هل لديهم خيارات لعدم إرسال أطفالهم مثلا عدم المضيق قدوم بهذا النهج أم تعتقد بأنه لا مفر أمامهم لأنهم يتعرضون للتخوين والتخويف والعنف وغيره؟ أنا أتوقع أن وضع الشعب اليمني الخاضع سيدرة الحوذي وضع لا يفسد عليه لأن الحوذي يستخدم أسلوب القمع أسلوب الإرهاب أسلوب القتل أسلوب السحل وقد شاهدنا حتى من تحالف مع الحوذي ومن قاتل معه ومن أعطاه له من المشايخ والوجاهات ورجالات الأعمال لم يسلموا من شر الحوذي ومن بطشه وبالتالي ليس هناك من حل أمام هذه المعضلة فيما يتعلم بإيقاف هذه الحرب إلا أن يكون هناك نصر عسكري من أجل كسر شوكة الحوذي الذي لم ولن يقبل بالسلام والمفاوضات يوما ما الحوذي من مصرحة استمرار الحرب حتى وإن مددنا أيدينا للسلام وإن نادت المملكة العربية السعودية مشكورة للسلام وإن دعت تحالف العربي للسلام والعالم كله كلنا مع السلام لكن الحوذي غير مستعد أن يدخل في مفاوضات سلام لأنه يقتات من هذه الحرب يبيع من هذه الحرب العملة الصعبة يبيع في هذه الحرب الأسلحة ويشتريها نعم طلب المشتقات النفطية أيضا إلى سوق نخاسه دكتور أحمد بالعودة إلى كيفية أو طرق مواجهة ذلك يعني ذكرنا أو سألتك عن السكان إذا كان بإمكانهم مواجهة هذه الآفة ماذا عن الحكومة الشرعية؟ هل يمكنها أن تواجه ما يفرضه الحوثيون بطريقة ما؟ أم بمجرد أن ذلك يحصل في مناطقهم؟ فلا يمكنهم فعل أي شيء بالمطلق؟ الحكومة الشرعية هي في الحقيقة مسؤولة عن كل اليمن من المهرة إلى سعدة وليست المناطق المحررة وبالتالي تنصب مسؤولية الحكومة على جهتين الجهة الأولى مسألة توعية الناس وتكثيف الجهود في خطر زج الأطفال في هذه المحارق وأن هذه حرب بين اليمني واليمني يجب أن يكون هناك توعية كبيرة الأمر الآخر الضغط على المجتمع الدولي بتصريف الحوثي جماعها إرهابية هذه مسألة مهمة اليوم يجب أن نرأكز عليها لأن إرهاب الحوثي لم يقتصر على اليمنين فحسب بل طال بلاد الحرمين الشريفين طال الإمارات العربية المتحدة ونحن وهذه الدول نعتبر اليوم في مركب واحد وفي خندق واحد في مواجهة الخطر الإيراني الذي تمثه في اليمن عن طريق ميليشيات الحوثي الإرهابية إذا توحدت هذه الجهود فيما بين الحكومة الشرعية وجهود التحالف العربي فالضغط على المجتمع الدولي أعتقد ستكون هناك نتيجة في إيقاف نزيف دم الأطفال ودم النساء ودم الشباب وإيقاف حتى النزيف الاقتصادي الآن البلد على حافة الهاوية على حافة الفقر سواء في مناطق المحضرة أو مناطق الحوثيين وعندما نعيد الأسباب الحقيقية نجد أن السبب وراء كل هذا الإنقلاب المشؤوم الذي حصل في 21 سبتربر 2014 ولا يمكن أن يتوقف هذا النزيف في الدم والاقتصاد والمال إلا إذا زال الإنقلاب وزحزحت هذه الصخرة من طريق الحل السياسي وعادة الشرعية إلى البلد وهذا لن يتم إلا بأحد أمرين إما حل سياسي يأتي الحوثي راكعا للمرجعيات الثلاث أو نصر عسكري في الميدان شكرا جزيلا لك القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمنية السابق كنت معنا مباشرة من الرياض شكرا لك قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب إن خسائر اقتصاد بلاده جراء الحرب وصلت إلى حوالي 126 وعشرين مليار دولار الوزير وخلال اجتماع وفد حكومي في العاصمة الأردنية بعدد من الديبلوماسيين الأوروبيين كشف عن تصاعد معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العمولات الأجنبية بأكثر من 300% كما أكد ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35% والفقر إلى نحو 78% من السكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن اطلاق مشروع لدعم اقتصاد اليمن تزامنا مع تدهور سعر العملة المحلية أمام النقد الأجنبي وقالت مغيون لاليس القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي أن المشروع سيسهم في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي والحفاظ على مرونة الجهات الفاعلة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للأفراد في جميع أنحاء اليمن ترجمة نانسي قنقر بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي العوائق المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي أمام المنظمات الإنسانية بدوره أكد المنصق الأممية على الشراكة مع الحكومة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لافتا إلى أنه يجري الآن العمل على التحضير لمؤتمر المانحين لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية 2022 للعام الجاري حذفت ميليشيات الحوثي درسا من كتاب التاريخ لصف الخامس الأساسي يتحدث عن الاحتلال الفارسي لليمن وفي مسعى منها لتحريف جديد في المنهج الدراسي قال المسؤول الأعلامي لنقبة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي إن الميليشيات الحوثية استبدلت درس الاحتلال الفارسي لليمن بما أسموه بطاقة تفكير التي تطلب من التلاميذ الكتابة أن اليمن يتعرض لغزو أمريكي صهيوني من الرياض ينضم إلينا فيصل العواضي مستشار وزارة الأعلام والثقافة اليمنية أهلا بك استيس فيصل أنتم كوزارة أعلام وثقافة كيف تواجهون محاولة حوسنة كما يقول أهل اليمن حوسنة المناهج الدراسية أولا مساء الخير عليك وعلى زملائك ومشاهديك الكرام طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها ميليشيات الحوثي بعض دروس المناهج أو يعني هي انقلاب حتى على حقائق تاريخية مثل حقيقة الاستعمار الفارسي لليمن والتي يعني مدونة في كل مراجع التاريخ وأكبر من أن يتم الانقلاب عليها ولكن هذه الميليشيات تلبس الحق بالباطل كما وصف الله وذم فئة من البشر يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق فهي تعمل على تجريف الهوية وعلى تغيير يعني حتى ليس فيما يتعلق بحقائق التاريخ فقط بل عمدوا إلى سورة النور فحذفوها من المناهج المدرسية ويريدون حتى أن يحذفوها من القرآن الكريم من المصحف الشريف فطبعا وزارة الإعلام عبر شبكة من القنوات التواصل الاجتماعية الآن طالما يعني الإعلام حقنا أو الإعلام إعلامنا مهجر خارج اليمن القنوات تبث من خارج اليمن والإذاعة تبث من خارج اليمن يصل البث لكن الإعلام مشغول بالتعبئة والتوعية بمخاطر المشروع الإيراني المنفذ بوسط الحوثيين برمته لكن فيما يتعلق بمواجهة القضايا الفكرية والقضايا وهم حاولت حوثنة التعليم كما أشرت في حديثك هناك عبر وسائل التوعية وسائل التواصل الاجتماعي يعني وزارة الإعلام لديها فرق تعمل المرصد الإعلامي وهو إلى آخره بيصر رسائل الأهالي أن ينتبه هنا تحديدا أستاذ فايصل هذا ما كنت سأسألك عنه تحديدا قضية الأهالي يعني التلاميذ أو الأطفال بهذه الأعمار وبهذه الصفوف ربما لا ينتبهون كثيرا إلى ذلك لا يفقهون بهذه الأمور أصلا الأهالي كيف يتعاطون مع هذه المحاولات من قبل الحسيين طبعاً دور البيت مهم جداً وهم يعملون على تحصين أبنائهم وما يصلنا أو ما تأتينا من معلومات أو ردود أو مراسلات تؤكد هذه الحقيقة بأنه قد يستطيع الحوثيون بقوة السلاح والنار وبأنهم يفجرون في الخصومة ويقتلون بدم بارد ولا يقيمون للإنسان وزناً قد استطيعون إرهابهم من أن يخرجون إلى العلم برفضهم ولو مرحلياً لكن في البيوت هم يعملون على تحصين أطفالهم من محاولة الاختراق هذه ومعظمهم ذهبوا إلى تشجيل أطفالهم في مدارس خاصة لكن الحوثي عمد إلى فرض مبالغ كبيرة جداً على هذه المدارس في محاولة لإغلاقها أو ووضع الصعوبات أمام الأهالي في حيث لا يستطيعون توفير الرسوم التي يتطلبها تعليم ابنائهم في المدارس الخاصة أساس فايسل البعض يشبه ما يقوم به الحسيون الآن من حيث تغيير المناهج لصالحهم وحتى تغليطها بما قام به أتباع الخميني عام 1979 عندما قاموا بتغيير المناهج من أجل أعداد أجيال تفكر بطريقة مختلفة هل فعلاً تجوز هذه المقارنة هل الوضع بهذه الخطورة هو طبعاً نفس المشروع لا يختلف يعني هم ينفذون أجنزة إيران التي سعت منذ اليوم الأول لانتصار ما سموه بثورة الخميني أولاً التأصيل في دستورها أنه من حقها التدخل في أي بلاد تريد تحت عنوان نصرة المستضعفين ونشر أفكار الجمهورية الإسلامية وأيضاً الشعوب الإيرانية وليس الشعب الإيراني ودعيني أشير إلى الأحواز مثلاً محرم عليهم التعليم باللغة العربية ومحرم عليهم التحدث باللغة العربية ويحاولوا تنميط تنميط الشعوب الإيرانية كلها بمختلف الطيابها على نمط فارسي والفرس هم الأقلية وعلى أفكار الثورة الخمينية التي تقوم على فكرة تصدير الثورة أو تصدير الشر والإرهاب إلى كل بلد العالم لكن اليمن ليست بها خصبة لانتشار مثل هذا المشروع فحضارة اليمن عمرها أكثر من عشر آلاف سنة ولا يمكن استعصال هذه الحضارة أو تجاوزها وهناك الآن في الواقع ردة فعل قوية وأجيال أو مجامع نشآت من المثقفين وحتى من عامة الناس فكرة القومية اليمنية الآن تنشر في الواقع في مواجهة هذا المشروع عفوياً هذا جهد غير جهد الحكومة الذي يبدل من قبل الحكومة شكراً جزيلاً لك فيصل العواضي مستشار وزارة الأعلام وثقافة اليمنية كنت معنا مباشرة من القاهرة شكراً لك يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعم وتنفيذ مشاريع وبرامج طبية وصحية متنوعة في مدينة المكلة مركز محافظة حضرموت تشمل برامج تدريب وتأهيل وعلاج أمراض القلب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل دعم وتنفيذ البرنامج التطوعي للتدريب والإنقاذ للكوادر الصحية والمجتمعية في محافظة حضرموت اليمنية يأتي هذا البرنامج ضمن إطار جهود مركز الملك سلمان في دعم الجهات والأفراد الفاعلين في المجال الإنساني والمتطوعين وذلك من خلال تقديم حزمة من الدورات في مجال الإسعاف والبحث والإنقاذ من خلال مدربين مرخصين دوليا أيضا المستفيدين يمنحون شهادات ورخيص دولية للممارسة البرنامج التدريبي نفذ في مدينة المكلة بمشاركة مدربين سعوديين ومعتمدين دوليا ويشمل مجالات الإسعاف الأولية للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى الإسعافات النفسية خلال الأزمات والكوارث ومهام الإطفاء والإخلاء في حالة الحرائق قدمنا أكثر من تقريبا ثمان دورات كلها تعتبر نوعية أعداد المتدربين وفقا لمركز الملك سلمان تجاوزت 1500 متدرب ومتدربة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية لقنا العديد من المعارف وقد كان المدربين بكفاءة عالية تقدم لهم بالشكر الجزيل وتقدم بالشكر الجزيل لمركز الملك سلمان هم هذه الدورة كما نأمل أن لا تكون هي الأخيرة وأن يستمر التدريب المستمر للكوادر الصحية في بلادنا بحكم الوضع الأمني والوضع الاجتماعي الذي تمر به البلاد فهذه الدورة جدا تفيد وفادتنا صراحة بتعلم الإصحافات الأولية وكيف نطبع عن الناس وننقض حياة الناس طبعا وبالتزامن مع البرنامج التدريبي نفذ برنامج النبض السعودية لأمراض وجراحات القلب الذي يموله مركز الملك سلمان المشروع السابع المخصص لعلاج قسطرة وجراحة قلب الأطفال في مركز نبض الحياة لجراحة القلب في مدينة المكلة هذا البرنامج الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعتبر برنامج إنقاذ حياة لمرضى القلب في اليمن برنامج النبض السعودية لأمراض وجراحات القلب استفد منه الآلاف من مرضى القلب في عموم محافظات الجمهورية ومن مختلف الفئات والأعمار في ختم النشر تذكير بأبرز ما جاء فيها الجيش اليمني يشن هجوما على الحسيين ويستعيد عدة مواقع شمال غربي مأرب ومقاتلة التحالف تستهدف الميليشيات في محافظات هندة الحدث تسلك الطريق الصحراوي بين مأرب وحريب وتنقل معاناة الأهالي جراء الألغام الحسية تقرير دولي يكشف عن ضغوط حسية لإلزام اليمنيين بأفكار دخيلة والزج بأطفالهم في دورات غسل الأدمغة الاتحاد الأوروبي يعلن مشروعا لدعم الاقتصاد اليمني والحكومة تكشف عن خسائر بمبلغ مائة وستة وعشرين مليار دولار بسبب حرب الحسيين الزميلة لارا نبهان تلقاكم على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر